طارق حامد هيرجع الزمالك ولا هيروح بيرامدز ولا هيكمل مع اتحاد جدة هو الموضوع حصل فيه كلام في الفترة الاخيرة لان نزل بعض الصورة على السوشيال ميديا لا علاقة ان طارق قابل عدد من لقابة الزمالك او البأسة في ظل توجدهم في الصعودية يعني للمشاركة في كاس المالك اللي حصل كالتالي ان الزمالك نزل في فندق الاقامة اللي موجود فيه اتحاد جدة بأس الزمالك ما قابلتش طارق حامد اللي قابل طارق حامد كان اغضاء سبقوا البأسة اداريين وطبيبي الفريق قابلوا طارق فالتقطوا بعض الصور معاه نشروا عندهم كانت حاجة عادية اليوم وصول الزمالك اتحاد جدة غادر الفندق لان النصر والشباب هينزلوا في نفس الفندق فالتحاد جدة توجه لأحد الفنادل الاخرى برا يعني في نفس المدينة وبالتالي طارق ما لتقاش مع مسؤول في الزمالك عشان يتكلم معاه فعودته ولا لا طارق اذا حدث يعني ان اتحاد جدة فكر يسوقه الموسم الجديد عشان يأيت حد بدانه فعنده اهتمام من التعاون ومن الرائد لضمه ودي تبقى الوجهة الاقرب لطارق ان هو يكمل في الدوري السعودي ولا يعود الموسم القادم يعني للدوري المصري اشتركوا في القناة